ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا من أصل ثلاثة عشر حالة تأكدت إصابتها بالفيروس المستجد منها حالة تعاف وأربع حالات مستقرة أخضعت للحجر المنزلي بينما تتلقى أربع حالات الرعاية الصحية بمركز العزل وسط المدينة الحالية مراقبة سبع حالات سبع حالات حالة في العنان مراقبة على التنفيذ الصناعي وهي تحسن الأفضل معنا حالات في الطوارئ وتم الآن اليوم خروجها في تعافي إلى الحقر الفندق أو المنزل حقر موقعت الحالة تعافات في معنا في أقسم الرقود وممكن أربع حالات قبل أمس تم خروج حالتين تعافي ودخول حالتين جديدة حزمة إجراءات أعلنتها السلطات المحلية لمجابهة كورونا أبرزها إغلاق أماكن التجمعات وتطبيق حظر جزئي في مأرب وإعلان إغلاق مداخل المحافظة أمام القادمين غير أن المعلومات تفيد بأن المداخل لا تزال مبتوحة والحركة مستمرة فضلا عن تواضع البنية والوضع الصحي في الأساس تحديات كثيرة تواجهها السلطات المحلية التي تحاول تكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعي المجتمعي من مخاطر كورونا وطرق الوقاية منه حملها البيئية للتوعية الاحترازية بمخاطر فيروس كورونا في محافظة مارب نتيجة لما تشهد المحافظة من تزايد حالات الانشار لهذا الوباء وهذه الحملة تأتي في وقتها تزامنا للتخفيف من حدة انشار المرض في المحافظة كون المحافظة تكتب بعدد كبير من النازحين وبناء المحافظة بالنظر إلى واقع مأرب الصحي والتدابير والخيارات المتاحة للاحتراز من الجائحة يتضح مدى الفجوة بينما هو موجود وممكن وبينما يجب أن يكون الأمر الذي ارتفعت معه مطالبات الناس للجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الطبية والعمل على تعزيز قدرات الوضع الصحي لمواجهة خطر الوباء تتزايد عدد الحالات المشتبهة والمصابة بفيروس كورونا في وقت تبدو الاستعدادات والخيارات محدودة بالدسبة للسلطة المحلية في ظل عزوف المنظمات الإنسانية والدولية عن المساهمة وتدني تدخلاتها في المحافظة خليل الطويل قناة بلقيس مأرب